اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي في هذه المحاضرة راح ناخذ مثال شهير جدا ومهم جدا ومطلوب في عالم اكسل اللي هو النتيجة او نتيجة طالب ناجح او راسب او مكمل طبعا حسب ما بحثت توجد الكثير من الطرق والامثلة على اليوتيوب ولكن ان شاء الله راح احاول اشرح في هذا المثال ابسط هذه الطرق وافضلها استخداما اول خطوة انه لازم نحسب كم درس راسب لازم نحسب عدد دروس الرسوب في هذه الخلية طبعا يتم ذلك من خلال الدالة كاونت اف وتم شرحها في المستويات السابقة طبعا حتى نطلع عدد دروس الرسوب نحدد هذه الخلية ونروح على صيغ ومن ثم دالات اضافية ومن ثم احصائي ننزل بالاسفل نختار الدالة كاونت اف طبعا كاونت اف سهلة جدا عندنا هنا الطالب احمد ناظم عبدالعزيز وهذه هي الدروس الخاصة به يعني احمد ناظم هذه هي دروسه او درجاته وطبعا هذه هي درسامي وهكذا يعني لا تفكرون انه هذه هي الدروس العمودية خاصة باحمد لا طبعا احمد هو هذه الدرجات الافقية هي خاصة باحمد نحدد هذه الخلية بالبداية ونطبق الدالة كاونت اف وبالبداية تحتاج من عندنا الرينج اي ان الدروس عدد الدروس كلهن نحددهن وهنا الشرط احنا شو ريد نحسب احنا ريد نحسب الدروس الرسوب عدد الدروس الرسوب يعني شو ندرس راسب راسب يعني اقل من خمسين فاذا نقول هنا الشرط هو اقل طبعا اقل نغير انجليزي شفت وحرف واو شفت وحرف واو يعني اقل اقل من خمسين طيب بعدها موافق هنا نصار عندنا 2 وطبعا نجي ننزل الى الاسفل رح يصر عندنا هنا 2 هنا 1 ممكن هنا حيدر سامي ممكن انه هذا الدرس يكون 60 راح يصر عندنا هنا 0 وهنا 2 و 3 و 5 تمام ممكن انه نغير هذا الدرس حتى يكون عندنا 1 ممكن هنا يكون عندنا 70 مثلا صار عندنا 1 تمام جدا هسا عرفنا انه كل طالب كم درس راسب بي وطبعا طلعت انه هاي النتائج من خلال الدالة countf والعملية سهلة جدا بامكانكم انه تعيدون العملية او تعيدون المحاضرة راح تفهموها بشكل جيد واصلا انا شارحها بالمستويات السابقة هسا نجي هنا نطبق النتيجة طبعا راح نطبق النتيجة من خلال الدالة f توجد عدة طرق لاحصاء النتائج ولكن انا افضل انه راح نشرح الدالة f لانها سهلة وطبعا راح نشرحها بالطريقة المركبة يعني راح نشرح اكثر من f الطريقة هي اولا نحدد هذه الخلية ومن ثم نروح الى صيغ ومنطقي ورح نختار f راح نطبق الدالة f مرتين مرة للناجح ومرة اخرى للمكمل والراسب اولا انه هنا في الشرط نبن الشرط اذا كان عدد الدروس اذا كان عدد الدروس ناخذ يجب ان نبدأ بحالة الرسوب واولا راح نحدد هذه الخلية اللي بها عدد الرسوب ونقول هنا اذا كانت هذه الخلية اكبر من طبعا الاكبر من انه نغير انجليزي وشفته زاي اكبر من اثنين اكبر من اثنين يعني شنو يعني راسب يعني شنو اكبر من اثنين يعني اذا كان راسب بثلاثة دروس يعني معناه هو راسب فراح تكون هنا اذا كانت اذا كان هذا الرقم اكبر من اثنين يعني مكتوب بثلاثة او اربعة او خمسة فاذا نطالب شنو راسب طبعا نغير عربي ونكتب راسب اذا كان اكبر من اثنين فهو راسب واذا كان لا اقل من اثنين عدنا احتماليا اما واحد او اثنين طيب واذا كان اثنين او واحد او صفر عدنا احتماليا اذا كان صفر يعني ماك ولا درس راسب بي يعني ناجح واذا اذا فقط راسب درس او درسيا فهو مكمل فاذا نحدد هذه الخلية ونطبق الدالة اف مرتين نضغط على الكلمة اف مرة ثانية طبعا ضروري انه نحدد هذه الخلية ونجد الى هنا نطبق هذه الخلية الدالة اف وعندنا الدالة جديدة شو نقول نقول اذا كانت هذه نفسها اكبر اذا كانت هذه الخلية نفسها اكبر طبعا نغير انجليزي وشف توزاي اكبر من صفر اذا كانت هذه الخلية اكبر من صفر يعني شو اكبر من صفر يعني واحد لو اثنين شو راح يطيني راح يطيني مكمل نجد الى هنا نقول مكمل طبعا اذا كانت هذه الخلية اكبر من صفر راح يطيني مكمل واذا كان لا يعني لا هو اكبر من اثنين ولا هو أكبر من صفر يعني صفر فإذا كان صفر فإذا هو ناجح شنه يعني صفر ناجح يعني معناه يعني معناه أنه هو عده صفر رسوب أي أن الطالب ناجح طبعا نجي نختار موافق رح يطينا هنا مكمل ليش لأنه هو ثمين ويعني رح يكون الطالب مكمل هنا رح يطينا الطالب ناجح ليش لأنه عده صفر رسوب هنا رح يطينا مكمل و هنا رح يطينا عفوا نطبق الهاندل راسب و هنا راسب العملية جدا سهلة وجدا بسيطة فقط يحتاج انه نركز بي المحاضرة و نعيدها مرة او مرتين ممكن رح نفهمها بشكل بسيط و اذا ما فهمتوا هذه المحاضرة ممكن نتابعون المحاضرة الثامنة والتاسعة من دورة اكسل المستوى الاساسي انا شارح بها الدالة اف بالتفصيل الممل و راح تشوفون انه العملية جدا بسيطة عدنا هذا العمود راح نحاول نخفيه لان ما راح نحتاجه طبعا بالمناسبة مو حذف اخفاء احنا ما راح نحتاجه فقط نحتاج النتائج و راح نحاول ايضا انه نسوي التنسيق الشرطي راح نحدد هذه الخلايا كلهن و نروح على الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز البيانات و نختار النص المتضمن و نكتب هنا راح يكون الناجح راح يطيني لون اخضر التعبئة بالاخضر موافق و طبعا ايضا لازم نرجع نحددهن كلهن و التنسيق الشرطي قواعد تمييز الخلايا و النص المتضمن مكمل راح يكون بالتعبئة بالاصفر و نفس الطريقة لازم كلهن يحددن و تنسيق شرطي قواعد تمييز البيانات النص المتضمن و راسب راح يكون باللون الاحمر راح نختار احمر موافق ما صار عندنا هنا صار عندنا المكمل اصفر و الناجح اخضر و المكمل اصفر ايضا و الراسب احمر طبعا المحاضرة سهلة جدا و بسيطة و بإمكانكم ان تطبقوها و مهمة جدا فقط تحتاج القليل من التركيز نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى